موسيقى من اللي كشفنا المغاربة في ضيح البيجي دي في تمارا والسميات اللي اختاروا الزناقي والدروبة والأحياء ومشينا صورناهم باش يطالع عليهم الرأي العام وتبقى حجة وداليل عليهم للتاريخ سارحوا المنتخبين دي العدلة والتنمية وزولوا اللوحات من الحيوط خايفين من غضبة الشعب شعبنا مخصوا حجرة وسكانت مارا ما يستحقوش هاد المعاملة بحالي لبلادنا ما عندها تاريخ ما عندها مفكيرين وما عندها كتاب معروفين قروا عليهم المشارقة نفسهم دا بغا نوريكم أسماء وصور هاد الناس اللي كانوا طلوا بهم زناقين وحوماتنا فيهم واحد كويتي اسمته خالد السلطان الانجاز الوحيد اللي معروف به انه برلامان كويتي وزع ما راه البرلامان دي المغرب فيه 395 نائب و120 مستشار اختاروا منهم اللي بغيتوا الى ما كنتوش قلال الحياة وما كتراعي وش لطاريخنا العاتيد والجغرافيتنا الرائعة ومن الاسماء الاخرى اللي داروا هاد الناس واحد اسمته حمد التهلوس هاد امام واحد المسجد في السعودية وياك المغرب الحمد لله عمر ائمة ومساجد العدد ديالهم فقط 48 ألف ما امروش لكم عينكم زعمة هاد الناس دي العدد والتنمية مشوا حتى المصر واختاروا واحد الشخص معروف في الاعلام المصري انه تكفيري ومتطرف سميته احمد الناقب وزادوا عليه واحد العسكري سعودي كيدير الدعوة بلباس العسكر سميته خالد الجابير يعني هو دايمن مجند يعني هسلاحه والجنود الشرفاء ديالنا اللي استشهدوا في السحران ما حاملينهمش بحال لنا استشهدوا من أجل الأعداء الله يلعن لي من حجم وكين واحد سميته خالد بن سعود الحلابي وهذا أستاذ جامعي والمغرب فيه مئات الجامعات والكليات والمعاهد العليا وعشرات الآلاف من الأساتدة الجامعيين ومئات الأساتدة المرموقين وفيه أقدم جامعة في العالم باقي كتسلم الشهادات ومسجلة في جنيز هي القراويين وكين اسميات كثيرة ما فيها غير التطرف والفكر الوهابي ولكن نكتة النكت التي تضحك بالبكاء وتبكي بالضحك هي الصور اللي روجاتها مواقع التواصل لديهم حبس ميت فاطمة نجار واسمعوا هذه السيدة كيف تقول عندما تجدينتي في القاسم شاب صغير وراء بقي على قدك فإذا بعيونك سلح في الشارع دويتي معاك يقولك الفتيات وأنا دويتي مع الزميل المدرسة طيب ماكين بس ولكن عندكهم الأسلحة وأقف معاك على كتاب والعينين يتحرشان التحرش زينة التحرش قدوم منك ستصبح الجانية على موعد أن تكون الضحية شركة التحرش بعينها ستتخلص مزيان لا قدر الله سمعتوها؟ وهذه رهية مولاة الفضيحة الأخلاقية من الجنب البحر يعني من العلاقة غير الشرعية كان ستحين تكلم فيها دابا ولكن هذه الرابطة اللي أريد أن تطلع عليها دا بغا قولوا لينا واش هادا ماشي احتيال على المغاربة وعلى طاريخهم وثرواتهم وهويتهم ومدنهم وقراهم وأنهارهم واش هادا ماشي اسميته استغباء المغاربة واستحمارهم وتسفيهم والضحك على دقونهم هادا ره تباديل المغاربة اللي تقفشي وحدين وصوتوا عليهم في الانتخابات هادي ره خيانة الأمانة والله العظيم هادي ره بلاد بن خلدون وبن زيدون وبن بطوطة وطارق بن الزياد وبلاد الجابري والعروي وقنون والحبابي وبلاد المنجرة وبن بركة وبيلال وبوعبيد وبلاد ألال الفاسي وعبد الكريم الخاطي بنفسه اللي غرقات ليس فينا تحيزبه في الفضايح فضايحة من ورا فضايحة ده بشوفه غير القناترا واحد قيادي من شبيبة دي العدلة والتنمية طاح فضايحة أخلاقية ضحيتها شابة ملقات فين تخبه وفضيحة الفضايح هي فلوس الفقاراء دي اللاربعة الغرب على الأقل ألف فقير إلا اعتبرنا أن الأمر كيتعلق بميتين رب أسرك تشفرات ليهم فلوسهم ووحلوهم باش يرجعوا الدويون الكاتب العام المحلي دي العدلة والتنمية والمنتخابين وموظفين دي صحيح الإمضاء تواطئوا مع المكلف بالقروض الصغرى وهرفوا على عشرات الملايين يك هاد الناس نهار ليجوا قال لك بغينا نخدموا الفقاراء وخلوا الفقاراء صوتوا عليهم باش ينوضوهما يصوتوهم ليهم هاو ما ضاروا في الفيراج باش ينهبوا فلوسهم الشرطة اعتقلات المتهمين ووكيل المالك تابعهم كاملين ومنهم اللي تمات متابعته في حالة اعتقال ايوه آرا لك حزب العدلة والتنمية حزب المرجعية الدينية في اللعبة السياسية شحال تحيير لك بحال الشرفة المجاديب اللي كي شربوا المسخون جاب كتر من عشرين محامي باش يوقفوا مع الأمين المحلي دياله حتى تطلقوه ليه باش يتتابع فحالة صراح ايوه الباقي ديال الموظفين قال لك اللي لا يقلب وكل هيتهز من كراعو ينزدنا هاد الحريرة على حريرة وزارة الشباب والرياضة اللي الحزب اللي فيها كيتصرف في بلاست لوزير عتمان الفيردوس ويدير اللي يبغى حيد هذا وخلي الاخر باش نكونوا على قد كلمتنا ويبقى لعتماني وحزبوا على خاطرهم خاصنا نجندوا السيادي باش نعتقوا بلادنا ونحميوا نفسنا وديرها غازوينة